نجوة احنا لسه مكملين التحديات لمسلسلات وسباء رمضاني طبعا دي اول حاجة الحاجة التانية طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تنبؤك لفوز النادي الاهلي 2-0 ضد الزمالك وفعلا الموضوع ده حصل اه الف مبروك لنادي الاهلي وان شاء الله دايما في تفاول يا رب دايما شفنا اخبار كتير على السوشال ميديا بتقول ان محمد صلاح قرب ان هو يعتزل هل فعلا ده صح ولا مجرد كلام على السوشال ميديا يعتزل دوليا لا اعتزل ده لا مش شايفة ده شايفة ان هو ممكن يرجع تاني يلعب في المنتخب ميلعبش تاني مع منتخب مصر لا هيلعب هيلعب رجع تاني يلعب في منتخب مصر قريبا طيب اللاعب امام عشور من اللاعبين اللي عملوا طبعا ضجة كبيرة جدا بعد انتقاله خاصة للنادي الاهلي ان هو كان بيلعب في نادي الزمالك امام عشور من موليب برج الحود يا ترى برج الحود حظه سيء لان هو طبعا اتصاب في مباراة منتخب مصر مع نيوزلندا بالفعل هو برج الحود عانى الفترة اللي فاتت او من بداية العام بيعاني بالفعل من سلبيات ناس كتير مركزة معاه ولكن الحود ما يكمل ما يكمل في طريق عمله في يعني عايش حياته عادي جدا وبستقبل السلبيات ولكن انها موجودة ولكن امام عشور انا بشوف ان هو ناس كتير مركزة معاه خارج مصر من جميع الدول فهو عنده طاقة سلبية كبيرة جدا عنده طاقة سلبية طاقة سلبية وبشوف ان هو عنده استشفاء جسدي قريبا ان شاء الله طيب الحسد علاقته ايه ببرج الحود هو بالفعل هواخد طاقة سلبية كبيرة لان الحود دي اللي هو نجمه خفيف زي ما بيتقال بالزبط والطول عنده طاقة حسد طب انتقاله كمان لنادي الاهلي مصلحة ليه اكتر مصلحة ليه اكيد طبعا لانه هو كمان بيحب نادي الاهلي اه والله شكلك اهلوية كده لا مش اهلوية طب كويس طيب اللعب محمود كهربا من موليب برج الحمل برج الحمل برج طيب اعتقد كده صح بس هو عنده مشاكل كتيرة جدا ومعارك كلامية كثيرة فكلمين عن برج الحمل هو برج الحمل برضو عانى كتير العام الماضي ولكن انا بشوف من بداية العام 2014 تحديدا الحمل بيواجه صعوبات شوية في طاقة العمل يعني في عمل والحياة العامة بيواجه لكن الطاقة العاطفانة مش شايفة ده ولكن بشوف انه هيبدأ يكون عنده تحسين في طاقة العمل وبشكل عام برضو بعد شهر مايو حتى اواخر ديسمبر يعني هيبه في حياة مستقرة في الفترة الجاية من بعد شهر مايو من بعد شهر مايو عن بداية العام طبعا والله